في جريمة يندى لها جبين ووصمة عار في جبين الإنسانية قام المدعو أحمد الخبيل وشقيقه جلال ومعهم مرتزقة ما يسمى المجلس العسكري بمحافظة دير الزور التابع لميليشيات قسد البيداء الإرهابية بالإقدام على اختصاب وقتل امرأتين طاهرتين عفيفتين والتمثيل بهما دون ارتكاب أي ذنب أو اقتراف أي خطأ في مشهد مجرد من أدنى معايير الإنسانية والأخلاق هذه الجريمة مدانة ومستنكرة ولم تحدث في تاريخ المنطقة الشرقية ولا العشائر ولا الدين ولا الأخلاق الجيز هذا اللي صار فتناخت مجموعة من أبناء العشائر الخيرين لهذا الاجتماع للتعبير عن رأيهم ودانتهم واستنكارهم لهذا المجرم وعصابة البككة التي هي تغطي وتغطي على جرائمه فمن هذا المكان هذه العشائر اجتمعت تطالب المجتمع الدولي والمحاكم الدولية برفع الغطاء عن هذا المجرم ومحاسبه وظلم لا يقبل به أحد أي يقبل الإدانة الكبرى أولا من الدين تقريبا العشائر العربية الموجودة في سوريا هي مستهدفة مثل ما تكلمت لك وخاصة كونها اللبنة الأولى لانطلاق الثورة ونحن نستنكر كل ما يحدث في منطقتنا وموجه ضد العشائر العشائر تبقى هي الأساس وهي الأصل وهي صاحبة الأرض ولن نسمح لكل الاحتلالات أن تبقى فيها عاجلا أماجلا سنحررها إن لم نحررها نحن سيحررونها أبنائنا بإذن الله الذي لا له مائلو أي صلة في المرهان أرحب أمامك وشير زاد أنت الأشكل في البيان